موسيقى معركة قطع الوريد عن القرميد متواصلة حيث تصاعدت حدة المعارك بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط معسكر القرميد بريف إدلب تمكن الثوار خلالها من إحداث تفجير داخل المعسكر بعد أن استهدفوا بصواريخ محلية الصنع مستودعات الذخيرة كما تمكنوا من تدمير دبابتين وقتل عشرات العناصر من قوات النظام داخل المعسكر لواء درع الجبل استهدفرت لن تابعا للنظام كان قادما من معسكر المصطومة لمؤازرة قواته في معسكر القرميد جاء ذلك بالتزامن مع قصف الثوار بصواريخ محلية الصنع على معسكر المصطومة محققين فيه إصابات مباشرة أريحة تمكن فيها الجيش الحر من تدمير حاجزي الصناعة والجسر وسيطر كذلك على حاجز المؤيد في المدينة اغتنموا خلالها دبابتين وعربة مصفحة وكميات من الأسلحة والذخائر كما استهدف الثوار معاقل النظام في أروم الجوز إضافة لاستهداف عربة كانت تقل عناصر النظام على طريق معمل البطاطا قرية الجانودية في ريف جسر الشغور الشمالي تعرضت لغارتين جويتين سقط على إثرها أربعة شهداء بينهم ثلاثة أطفال إضافة لسقوط عشرات الجرحة مشهد القصف تكرر كذلك في الحي الغربي من مدينة معرة النعمان إثر تحرير معسكر الحامدية المجاور وفي جبل الزاوية دكت الفصائل المشاركة في معركة عاصفة جبل الزاوية معاقل النظام الذي انسحب من معسكر الجازر باتجاه قرية أروم موقعين فيه إصابات مباشرة في سياسة يقول عنها ناشطون تأتي لتمشيط ما تبقى من قواعد النظام في ريف المحافظة